سيديكم شباب عاملين ايه؟ دعنا نتكلم بقى على تشيك لست بتاعت الموتور انتسينسوري فونكشن اسيسمنت قلنا فيه عندنا خمسة بديباريشن بنحضرهم الاول مش هرغي معاك كتير فيه من تعرفهم بريبير البيشنت بروفايل اي حاجة واحدة بس الدياجنوزيس البيشنت هتعمل معايا اربع حاجات بشوف الاسيس البيشنت هل هو واع معايا او لا هل هو هل هو كو او بريشن معايا او لا اه بشوف الاسيس البيشنت بقى اه اتعرف على البيشنت اقول له اساس احمد السيد محمد احمد علي معايا المهم بيشنت روباية يقول لي اه هشوف الاباند اللي في ايده دي اتأكد منه هو هاعرفه على نفسي اقول له اساس كورلوس من قرية دمريد جاء عمل حرارة كذا كذا وهقول له اعميته ايه؟ بريبير الايكومنت بتاعتي بقولها كاملة اقول لي عمل اصداد مالكوحول او هاند تس انفكتينت سوديوشن كوتون سواب وتنينك فورك و اتنين تيوفي او واحدة ما يساعة و ما يسخنة و ريكوردشيد وبين و سافتيبين الي هو التوست بيك دي ولك الانفيروسنت تاعتنا هتبقى التاعتنا افكرى لايكومنت والاستخدام الفيسيوتر سواستخدام الاباند أريد أن أتكلم الأول على السنسوري فانكشن سألخلص سألخلصها على السريع أسسس للسنسوري فانكشن أسسس للسنسوري فانكشن أسسس أول حاجة لللايت توتش أهم حاجة هنا أقول له إقفل عينك عشان يحسن أنه سأقوم بإقفل عينك بقوطنا نعمة ألمس جلتو بريفك ألمس جلتو بريفك ألمس جلتو بريفك أقول له حسيت بإيه وفين سأقوم بإحساس بإيمين بالشمال في كل من الفيس والأرم والليك والفيت والهاد كده عملت الليت توتش البين سنسيشن أخش على البين البين سنسيشن سأقوم بإقفل عينك استخدم سيفتي بين خلة السنان أو تنجة برسل أكسرها يعني خشب أكسرها هتبقى شارب تمام واسأله شعرت بإيه يعني حسيت بإيه وفين مقارن بين الاتنين فوقه تحت بردو الأبر أكسرميس والأور أكسرميس طيب ما حسي بكده في حاجة اسمها سنسيشن وهي بتهداز كده على فوق العضن لكل من من الفيت عند الأنكن والأيدين عند الإيه عند المفاصل وقل له قل لي انت حسيت قل لي امت حسيت ان البيبريشن راح امت حسيت ان البيبريشن راح وقارن برضو اليمين بالشمال التمبراتشور سنسيشن دي اخر حاجة خالص سأطلب من برضو النواق في العينه استخدم اثنين تيوب واحدة فيها مية سقعة والتانية فيها مية سخنة او ان انا اجيب التنينك فورج وهي متسخنة او هي سقعة واعمل تتش للسكن وقل له التيوب دي اقول له مكانها فين وحسيت بإيه هل هي سقعة ولا سخنة خلي بالك مش بعمل التست التمبراتشور سنسيشن ده لو المريض عندي عنده الا لو المريض عنده سنسور ديفكت انبين سنسيشن يعني انبينشنت عنده مشكلة في البيبن سنسيشن هبتدي ان انا اعمله ايه؟ هبتدي ان انا اعمله التمبراتشور ده تمام؟ تكومنتشور ديتو الطايم واي امرأة انا لقيتها وايه السيجنيشور خلاص؟ طيب تلوقتي انا عايز اعمل السيسل مين للموتور فانكشن اول حاجة في الموتور فانكشن فيه تلات حاجات او اربعة تقريبا اول حاجة المسل اول حاجة المسل او اول حاجة بشوف بعيني كده لو فيه اي تريمورس يعني فيه اي رعشة في اي فاسكوليشن يعني فيه اي انكو اردينيشن في المسل ويشوف ايه المكانها فيه والكواليتي والريت والريزم وكده تاني حاجة بشوف المسل بولك او المسل يعني حجم العدلة بشوف كده بعيني حجم العدلة وملامح العدلة عدلة الايد عدلة الكتف الارم والصاي والمسل واشوف ايه اي اطرفية او اي 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 اطرفية تمام بايني كده بكده بروح عند البيسيبس تمام وقسها تقيس المسافة لما بين حاجة اسمها واحدة واحدة شبدي يكون معي برضو هاوريك سهولة اهو يا شباب انا عايز اعمل اسس للمسل سايز انا اسس للمسل سايز ازاي وشوف اول حاجة قولنا اعمل حاجة اعمل ايه انسبكشن المسل شوف ايه اطرف او اي اي ايه فيها فاسكيوليشن تمام شوفت بعيني ليت ما فيش اي حاجة عملت ايه عايز ااسس حكم العضلة في دي حاجة اسمها الاكرومن البروسيس والاوليكران بروسيس احط المسورة هنا وهنا مثلا المسافة تي تلعت اربعين طب انا عايز اعمل ايه عايز ايس حجم العضلة اعمل ايه المسورة وهي هي موجودة ما شرتش ايدي اهم حاجة دي ما شرتش ايدي بلف المسورة اربعين ونصة وعشرين اللي فقا كده عند عشرين واحسب المسافة قد ايه تمام ده بالنسبة للا ايه البروسيس اللور نفس الكلام بس باشوف لو كده باشوف اكبر حتة في العضلة احنا عارفين ان عضلة فيها حتة طويلة من تحت كده السمانة دي فيها حتة طويلة وحطة صغيرة فنمشوف ايه اطول حتة ولديتت لاجتغل عليها تمام او اكبر حتة نفس شراء كده المسل تون بقا المسل تون هنا اهم حاجة بتاعتي ان البيشن يكون معي ايه ايه؟ باسيف اعملو رنجي اوف موشن بس ايه باسيف البيشن ما تحركش خارز اي اخليك ريلاكس تمام واعمل ايه فلكشن وكستنشن لايه؟ لاطراف الاروية بتاعته عند الرسط والشلدر. من خلاله هنا انا بعمل سابورت للمسل بعمل بحس ايه. اه بعمل سابورت للمسل. افوف انجب وزجوينت. انجب فل طون اثناء ايه. اثناء الباسف موهمت. يعني انا بعمل سابورت للجوينت. اه وباسس او بفل يعني بحس. ايه. الباسف موهمت. تمام? وبسبوع كده يعني بسبوع كده بتاسس التون بتاعت المسل هل هي طبيعية في المقامة بتاعتها وعلا في اي ايه هايبوتونيا او هايبر ايه تونيا واقارن برضو اليدين اليمين بالشمال ايه رقم خمسة ورقم ستة ورقم سبع نفس الكلام بس على الرجل هو هو نفس الكلام وبرضو باقارن ايه نفس الكلام في الرجل في عنديني والأنقل تمام واليمين بالشمال برضو المسل سترينجز هنا باعملنه رانجي اوف موشن اكسرسايز اكتف البيشن بيكون معي اكتف يعني ايه بكل بساطة انا ايدي دين اللي فوق د دي اشوف قوة العضلة قوة العضلة يعني اقول له انا هاضغط عليها لتحت وانت رفاحها لفوق انا هرفاحها لفوق وانت اضغط لتحت بشوف قوة العضلة معي المريض يكون اكتف واشوف الريزيستانت بتاعته ضدت حرجة الايه الاكسامل اللي هو انا واقيمه تبقى للسكيل اللي هو منزل في الخمسة اخدناه في العمل مش هنقول عليه تاني تمام واقيم اعمل اسيس للايه للأبر اكسترينجز للمسل استرينجز تلات حاجات البيسيبس والترايسيبس والهند مصر واقارن الاتن ببعض اليمين بالشمال واللولاكسترينجز للمين للهامسترينج احفظ الاسم العضلات اش اسم العضلات هنا مهمة هامسترينج قواترسيبس فوت مصر وبردو اكون الاتنين ببعض تمام في حاجة تانية سواني يكون خلصنا من الدرس ده خالص اول محاضرة دي خالص حاجة اسمها الهانتجرازب ايه الهانتجرازب ده انا بطلب منه ان هو يضغط على صباعي الاتنين يعني ايه اه اهوا يعني انا هقول له امسك يعني انا انا لايها صباعين آه اهم ايد المريض اهله واحد لكن بس ايه ايد المريض اهي تمام انا بدخل صباعي هنا او صباعي الاتنين اهو واحد هنا واحد هنا تمام ادي لايس تقول سباعنا يا صباعنا لدي ايدين ايه لمريض هتنخلهم هنا تمام اقول له ايه متس imagen thank you ويقول له ايه امسك في صباح مدخلوش يتساب عشان اشوف ايه كود ايدو كود ايه هل هو قادر يعمل ريزيستنت او لا هل هو قادر يعمل قوة دي او لا بس لازم طبعا هنا مهمة حاجة مهمة جدا لازم البيشنت بتاعي يكون ايه يكون الارم اكستنت ممتدة ايدي ايه مفروضة تمام وقالن اليمين بالشمال تمام فيه حاجة انا مقلتهاش تقريبا قوت مقلتهاش فيه السنسوري لكن انا قلتها وانا اشترح النيولوشيكال تمام اللي هي بتاعت البوزيشن سنسيشن البوزيشن دي يكون مدرك بالبوزي بوتلز بتاعتي ولا لا يعني ايه دي مفوت نقولها كون نقولها في السنسيشن وهي مش موجودة في الشيكليست هقولها لك وخلاص بتاعت البوزيشن سنسيشن انه مدرك باجزاؤه ازاي اقول له ايه في العينك امسك الفينجر تمام عند الاندكس كده وحركه كاسه حركة تمام فوق تحت. واقول له انا حركته كم مرة. قل لي مثلا انت حركته فوق مرة. ونزلت بي مرة. ومثلا يبقى كده حركته مرتين. يبقى كده البيتشن تركونايز للديفرنت بادي باردس بتاعته. يبقى هو مدرك برسيبشن. يبقى كده عنده مشكلة. يبقى كده عنده مشكلة فين? في البرسيبشن. يبقى مشكلة في البرائتة اللوب. خلاص. كده الحمدلله يكون خلصنا الاسيسمنت. ساعتكم وبسطت عليكم الامور. شكرا.